الخروج من الدور المجموعات في كان الكاميرون الفشل في التأهل لكأس العالم خسارة كأس إفريقيا للمحليين المنظمة ببلادنا المنتخب الأولمبي يفشل في التأهل للكان والأولمبياد منتخب الأقل من 20 سنة يفشل في التأهل لكأس إفريقيا 2020 منتخب أقل من 20 سنة يخسر نهائي كأس العرب منتخب أقل من 20 سنة نظن هذا هو أقل من 20 سنة يخسر في نهاية كأس العربة منتخب أقل من 18 سنة يقصى من دور المجموعات منتخب أقل من 17 سنة يقصى من كأس إفريقيا منتخب 17 سنة يفشل في التأهل للمونديان لماذا هذه العصابات دارت من موضوع كورة القدم دارت هو مشروع كبير دارت به مرات حناك نقوله أفيون مش رياضة في حداتها أفيون الاستخدام انتاحها الطريقة التي تستخدم بها التلاعب بالعقول أن يكون مشروعك بدل أن يكون مشروع النعضة الاقتصادية النعضة العلمية النعضة الجامعات الطرقات المستشفيات الصعود للقمر بناء الأسلحة الحقيقية بناء السكنات للناس محترمة النهوض بالزراعة النهوض بالتجارة النهوض بالصناعة السيارات صناعة الطائرات إلى آخره يصبح مشروعك هو الجري وراء الكورة طيب لما تجري ألمانيا وراء الكورة أو السويد أو ما نشعر أي بلد وحتى البرازيل الآن ماشين متقدمين لما تكون في قضية كأس العالم والله شوف هذا كأس العالم الجميع يهتم به لكن يجيب لك عندك كل يوم مباراة اللي أقل من 17 سنة اللي أقل من 18 سنة اللي أقل من 20 سنة اللي أفوق 20 سنة الأكبار الصغر ومع ذلك فشل عارم ولا بطولة واحدة اللهم إلا بطولة كأس العرب للفريق المحلي اللي أنا مذكر جيدا وفي أيام الحراك كان كأس إفريقيا لكن أيام الحراك كأس إفريقيا منهم اللاعبين الأغلبية العظمى إلى مش 90% منهم كانوا جزائرين في الخارج المشكلة على هذه العصابات أنها جعلت من هذه القضية بينما الفوتبول في الجزائر واحد من أكبر الكوارث والرشاوي والفساد والمعارك داخل الإستاد وبيع اللي ماتش ونحو الفريق يجي نحوه كامل يعني فوضى عارمة مثل أي شيء آخر خلاص وقفوا الفوتبول هذا خلوه في حدود الدنيا يعني خلوه بطولات محلية وكي يجي الفريق يرح يشتغل ما تدروه هاش قضية كبرى لكن هذا تعقل من 17 سنة سمعت أنهم أطاحوا بالمدرب وبالفريق وهذا إذا ما رحوا شيء يدخلوا من الحبس بلاك مش هذا كين واحد حاق اللي يتصرف هذا التصرف ولو كان هزموا أمام طوق ولا أمام مصر ولا أمام غينيا بيسا ولا أمام الهند تدروه نفس الشيء اللي أنهم لعبوا مع أشقهم المغاربة هذا ظهرته هنا سفهاء بكل ما تعني الكلمة يعني العالم الخارجي لما يجي يتحدث عليكم وش يقوله وش كتبه وش يقوله أنا يقين ما تبعتش يعني ما عنديش الوقت كثير لكن أنا على يقين أنه يعود كتبة في عشرات المواقع والجرائد والليلتات الحكومة الجزائرية والنظام الجزائري والله توطيح بطاقة من الفريق لأقل من 17 سنة بعد هزيمته وثلاثة سفر أمام المغاربة معناها زدت وخلقت أخبار كونجا فيكم واحد عاقل عنده ذرة عاقل خلي تفوت ما دام رقم داخلين بقرونكم ولذلك خربتوا كل شي أصلا الصورة تعالفاريق 17 سنة لما اشتها حاطين فيها سبعة أو ثمانية عسكر واحد بوليسي واحد درك واحد بيري واحد جمارك حتى الجمارك والله يجيبوهم واحد من يشعارف من قوات الساعقة واحد من يشعارف من قوات من يشعارف منين والفاريق مسكين من الخلف وعني بالك حضرت عليها المرليف الآن انهزم الفاريق الرياضة فيها تربح وتخسر واحد دركها كل الفاريق ينهزم تطيحون بالجميع وتولوا خبر عالمي كونجا عندكم ذرة عاقل تخلوا تفوت سمان تهين ثلاثة ربعة قال والله الاتحادية منيش عارف أنا طالبت بتغيير مباشرة هذا يعني أنها لم تعد قضية رياضة هذا يعني وبلاك أنا منيش عارف لكن ربما ليزادكم في الجهوب الهبال هو أن الفريق الجزائري نهزم أمام الفريق المغربي وورا المشكلة كم من مرة نهزم الفريق المغربي أمام الفريق الجزائري عدة مرات والفريق الجزائري أمام المغربي وأمام المصري والمصري أمام التونسي هذه هي إما يلتقوا في بطولات عربية إما يلتقوا في بطولات إفريقية أو هم مرت حتى في كأس العالم تصفيات والناس تنهزم أكبر الفرق أحيانا تنهزم تتصرفون تصرف رعيين تصرف عسكري من قلش كابران مقرى ما شاهد خادشي كابرانة في مخير منكم تصرف منطق عسكري حتى لو كنت جنرال كابرانة عندهم عقول أفضل منكم هذا تصرف تصرف جنرال في رأسه مش عارف شح نقول توطيح بالفريق والفريق كامل ومدرب وتقوم القيامة وهذا دراري قل من 17 سنة شي الجميل اللي قال لي عليها أحد الأفاضل اللي قال لي الشي الجميل هو أن الفريقين اللي قل من 17 سنة كانوا يتعانقوا وكانوا فرحانين والمغاربة يعملوا في الجزائريين يعني أخوة يعني أطفال هم تقريبا مراهقين أو شباب صغار واحد فاز واحد خسر طبعا يكون فيه ذاك الألم من تعال خسارة إلى آخر لكن كانوا بكل تشوق وبكل أخوة ويكون والله هذا اللي قل من 17 سنة أعقل منكم وأرشد منكم وأحكم منكم وأفضل منكم لأنهم تصرفوا بطبيعة وبعفوية الإنسان ثم أنها نحن أشقاء نحن خاوة نحن شعب واحد في الحقيقة تفصل بين الحدود والسدود ما كفي ما تلقوش واحد يقدر يقول لكم ماذا لكم تديره هذا هبال هذا جنون هذا عبث هذا جنيرالات في رأسهم أحذية قدرة حتى لا أقول كلمة أخرى كل مرة فضيحة أخرى وكل مرة تبهديل أخرى على المستوى العالمي عايشين في عالمهم الخاص عالم اللي يبندروا لهم ويطبلوا لهم وينفخوا فيهم كما هذو كل ما يسمى بصحفيين صحفية صحافة الرونجيرس اللي تلاقوا بتبونه وقريب يقول له واحد أنت ما نشعارف أنت رب الرياضة الأخر يقول له أنت رب الطب وأنت الأخر يقول له أنت رب السياسة إلى آخر تشيبوا غير في هذا يزيد يغرقوكم الصحافي الحقيقي هو اللي يطرح السؤال المعاكس لك أو على الأقل يطرح لك السؤال الحقيقي أو على الأقل يطرح لك سؤال وأسئلة الناس فضيحة وراء فضيحة فضيحة وراء فضيحة لا تتوقف فضيحهم لا تتوقف